موسيقى تم يوم الأربع ألفار توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة بي و تلي بيرفورمانس تونس وذلك في إطار تجيع الطلبة على اكتساب مهارات جديدة توهيلهم للاندماج في سوق الشغل كما تهدف الاتفاقية إلى تكوين الطلاب ودعمهم بمهارات جديدة وستساهم في الاستفادة من قدراتهم في مجال الإدارة وتسير المشاريع وابتكار أفكار جديدة موسيقى وهذا سيطرس المعنقل في نظم البروصة من سعادة بالمعنقل فينظر ستعادة في الوصح، ليس تقريباً لنحصنا مع المعنقل من المتعاردة للمشاركة ونطرساة يمكننا عملاء البعض كيها يعودون في يذهبا إلى المستخد inflammatory. المنظمات؟ ستعلم في هذه المنظمة أن وضع أستاذين المنظمة؟ خلال أي أخيين من تزائرهم المهمة هي المعارضة للإعادة للإمكان. يتبعون نحمس أمثل جمع جمع لكن كل جدا أنفسنا على استخل crítك في أشياء أحضر ومنع تخطط حقاً استخدام أسماع لأنفسنا. ومنون أن يكون نفعها ومنون أن نفعه ونعرفه وفعله للتعارب سيقال ومنون نجزب على مجتمع بالتعارب في هذا المكان نقوم الآن نحن نمتع في السمرح لدينا في ضعات البروث بيننا من البنان التي تتعاملها سببا و سؤلاء و البنان تنزويها ثابتهم الديناقين نعمل من التعارب إننا نحن في التالي بفضل من الأطلاق تاريخ مصنع للمشاركة جدا في المنزل بيئة المستخدمين و هذا هو مفترض الآن لأثناء المستخدمين بالتعامل من الاجتماعين المستخدمين في السبب حول التواصل التعامل هذا التواصل الكمسيط يجب أن تكون مكتبين فقط المتابع من التعامل من المستخدمين في المترجمات الى التالج من الإقومات والمعرفة هناك في المنطقة يهمون أننا عامة الكتابة في المعرفة وكذلك في المؤسسات هذا ينتظر أيضا أن هذا الجديد سيكون لذلك سيئة لتعطفق بشكل تلعبات أيضا وهي مؤخراً للمهدي عبد الفتح شقشوق زيارة ميدانية إلى معتمدية الشابة أين تمت معينة السوق الجديد للأسماك بكل فتح حوالي 500 ألف دينار والبنية الأساسية لمرفأ الصيد البحري بالمرسى الذي سيشمله مشروع تأهيل وتهيئة كما طلع الوالي على الأنشطة والورشات والنوادي بدار الثقافة بالشابة وعين البنية الأساسية للمعهد الثانوي ابن رشد التي توقفت أشغال تهيئته لأسباب فنية هذا وزار الوالي المطعم المدرسي بالمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي وعين التجهيزات الجديدة تم عدد تقريراً في الوضع البيئي المترد بمنطقة الزعرانة الشرقية بالقلعة الكبرى إثر ورود تشاكيات من متساكن المنطقة جراء تسرب مياه الصرف الصحي المتأتي من المركبة التجارية مولوف سوس وقد تم خلال الجلسة دعوة صاحب المشروع وإلزامه بضرورة إيقاف تصريف المياه المستعملة في اتجاه بركة المياه الركدة بمقطع التربة ردم البركة ورفع الضرر بعد الحصول على الترخيص اللازمة من المصالح المعنية وإبرام اتفاقية لنقل المياه المستعملة واتفاقية ثانية لنقل الحمأة مع شركة مختصة ومد إدارة الولاية بنصل اتفاقيتين ووصولات النقل بصفة دورية استقبل ولي المهدي عبد الفتح شقشوق يوم ثلاثاء الماضي ممثلا عن مجموعة مستثمرين جانب وذلك في إطار مساعي السلطة الجهوية لدفع الاستثمار بالجهة والبحث عن مستثمرين لبعث مشاريع تنموية في مختلف المجالات وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار بالجهة في قطاعات البنية التحتية الصحة الفلاحة السياحة البيئة والصناعات التحويلية وتمويل مشاريع كبرى ذات طاقة تشغيلية أعالية مثل صالون الأثاث المنعقد من 31 جون في لغاية 9 من فيبري الجاري بقصر المعارض بالساحة المعتمدية السحلين من ولاية المونستير فرصة للعارضين في قطاع الأثاث والتأثيث والديكورات لعرض منتجتهم بأسعار تنفسية تساهم في ترويج بضعتهم ودفع نسق الجودة وجمع المعرض ثلة من الصناعين في مجال الأثاث من مختلف أنحاء الجمهورية انتظمت نهاية الأسبوع المنقض بسوسة دورة ثانية من الملتقى الوطني للهندسة المدنية ومثلت هذه الدورة فرصة للطلب والمشرفين للتعرف على مهارات الابتكار والتجديد في هذا المجال الذي شملته الرقمنا والتطور التكنولوجي كما تم خلال هذه الدورة استعراض مدى قدرة الهندسة المدنية على مواكبة التقدم الصناعي والتقنية والحفاظ على التنمية المستدامة في أخبار الرياضة أفضت قرعة ربع نهاية ربيضة أبطال إفريقيا إلى مواجهة بين النجم والوداد البيضاوي على أن تلعب مباراة الذهاب يوم 28 أو 29 فيفري 2020 بالمغرب ومباراة الرياب ستكون بتونس يوم 6 أو 7 مارس 2020 وللإشارة فقد سبق أن توجه النجم والوداد في سبع مناسبات حقق النجم خلالها خمس انتصارات انتهى لقاء بالتعادل واكتفى الوداد بفوز وحيد بأخبار الرياضة المشاهدين الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا الإخبارية شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء